من أهم العناصر اللي نتكلم فيها فعلاً في النهاردة هو العنصر الغذائي في التهاب المرارة الحصوية التهاب المرارة الحصوية طبعاً بتزيد مع الأكل اللي هو فيه دهون كثيرة الدهون اللي هي الدهون العالية الدهون الموجودة في الجنك فود الأكل اللي هو الوجبات السريعة اللي بتتجاب في الشارع أو بتضطرب في المنزل الدهون دي كلها بتؤدي إلى أن الحصوات بتتكون أكتر وتؤدي أن المرارة بتنقبض بتحول أن هي تساعد على الهضم فعشان تنقبض وتنزل عصار صفرير فيها بيبقى فيه برضو حصوات في المرارة بتنقبض على الحصوات دي وبيبقى فيه ألم وكذلك الجدار بتاع المرارة بيكون جدار ملتهب الأكل ده بيزود الدهون اللي في الدم اللي في الآخر بتزود التهبات يعني نقدر نقول أن بعض الأكلات دي مش هنبهأ على المطلق ولكن ماها نقللها قدر الإمكان والأكل لازم أكل صحي نميل أكثر للأكل اللي هو بنسميه الأورجانيك اللي هو مش معدي في مراحل ومش معدي في بروسيس مش معدي في مراحل في التكوين زي بيرجر والهوت دوغز وننصحش أنه هنقطر منه نحن خلينا في الأكل الأورجانيك الأكل الطبيعي اللي هو الفراخ كفراخ من جر ما تعدي في مراحل واللحم كلاحم غير ما تعدي في مراحل كذلك الخضار والجبن ما تبقاش جبن مطبوخة قدر الإمكان تبقى جبن مفصولة زي الأريش تدخين التدخين ما نقدرش نقوم هو ليه علاقة مباشرة مع التهاب المرار الحصوي لكن هو له علاقة بأورام الحويصالة المرارية وأورام القنوات المرارية عموما ما فيه شك التدخين له علاقة بهذه المشكلة نرجع للدكتور أسامة